طيب خلينا أروح مع حضراتكم الموضوع تاني وموضوع أنا الحقيقة كلمتي فيه مراراً وتكراراً كلمتي فيه كتير قوي خلال السنة اللي فاتت دي هو فيه حاجة في الدنيا أو فيه فرقة في الدنيا ما فيهاش اتنين لعيبة بيتنرفزوا على بعض طبيعي جداً على فكرة إن أنا 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 واحد مثلاً مثلاً يعني أنا بقول مثلاً واحد ما بيلعبش وعايز يلعب أو واحد رجع من إصابة أو واحد رجع من تعب أو واحد رجع من كورونا أو واحد رجع من كذا والتاني نفس الكلام والاتنين عايزين يبينوا للمدربين هوا بيلعبوا فده بيخش جامد وده بيخش جامد الاتنين أي من متنرفزين وبيزقوا في بعض وبيعملوا في بعض على فكرة هل ده طبيعي؟ والله العظيم تلاتة أقسم بالله طبيعي وكان بيحصل مع أنا بس ما بحبش أستشهد بجيل حضراتكو كلكو بتحبوه لأنه كنتم موجود في هذا فأنا ما بحبش أستشهد بهذا الكلام ولكن والله العظيم كان بتحصل عادي جداً لو أتنين يزقوا في بعض ويعملوا في بعض مش عارف إيه يتدخل موديل الكرة يخلص الموضوع وهما الاتنين بره للملعب عادي جداً يسلموا على بعض ويقفوا مع بعضه أنا بتكلم على إيه؟ بتكلم على قصة ياسر إبراهيم ووليد سليمان من إمبالح للنهاردة ما حسسيني أن يعني في حرب بتحصل الناس ما حسساني بكده كل برنامج من حق أن هو يكتهد ويقول اللي هو عايزه طبعاً أنا ما عنديش مشكلة لكن هل ده طبيعي يا جماعة؟ آه طبيعي جداً كلنا كلعيبة كرة ياما كلنا عملنا كده في بعض وياما زميلنا واللي جاي والجيل ده والجيل اللي بعده والأجيال القادمة لأن كرة القادم هي كده دي لعبة تنافسية ما بين اتنين يعني أنا في الآخر أنا مثلاً أنا بلعب باكرايت وبتمرن في الباكليفت الباكليفت اللي بيلعب عليه أنا رقصته أم جاي خبطني وأنا كنت تعرف أن أنا لما رقصه هعمل أوفر حلو مثلاً عشان المدري بيشوفني ويلعبني فحبق أين متنرفز يا عم بقى ما تزقش متعملش بتاع هل ده طبيعي والله العظيم طبيعي والله يا جماعة ده يعني أنا طب ما أنا ممكن أقول لكم بيحصل في نادي الفلاني كذا والنادي العلاني كذا والنادي ده بيحصل أنا مال يعني أولاً أنا مالي أنا مالي ما بحبش أتكلم في هذه الأمور ولكن لأن أنا شفت الحاجات دي طبعاً كل اللي بيتكلم في هذا الأمر هو عمره ما لعب كرة ولا يعرف يعني إيه يعني الناس اللي بتتكلم وانا اسف ان انا بقول كل الكلمة دي كل شوال انه صدقوني اللي لعب كرة حيفهم الكلام اللي انا بقوله افضل كتير جدا من حد ما لعبش هو اللي بيتكلب اعلاميا او مهنيا انه هو ده خبر صحفي فانا اقوله ما عنديش مشكلة طبعا ده منتهى المهنية ومنتهى الصعب ما عنديش مشكلة ولكن لو فيه لو لعبت فعلا كرة صدقني هتلاقي الامر مختلف تماما وهنا ما بتكلمش على حد انا بتكلم عموما بشكل عام عشان ما حدش يقول لي اصلي انت بتكلم لا بتكلمش على حد انا ما بيجي اتكلم على حد بقول لكن انا بتكلم بشكل عام فاللي بيحصل ان ما بين ياسر ووليد انا حتى ما بصت يعني انا ما بصتش للخبر لما جالي ما بصتش للخبر لانه طبيعي كل يوم على فكرة ممكن يكون فيه اتنين تمرينة خفيفة واحد خبط في واحد طلع قال لي ده كلمتين وده قال لي ده كلمتين وتدخل مدير الكرة في هذا الامر وخلاص اذا شاف ان يخصم يخصم اذا شاف ان اسلام هو اللي اخطأ فيخصم من اسلام اذا شاف ان محمد هو اللي اخطأ يخصم من محمد ده طبيعي جدا بتحصل في يعني هو حضراتكو بتلعبوش خماسي وانتو بتلعبوش خماسي بتقولش كده ببعض وانتو صحاب واخوات وكل حاجة بتحصل جدا وطبيعية جدا فانا الحقيقة دايما بحب ان انا او ما بحبش اتكلم في مثل هذا الامر تحديدا يعني من امبارح للنهاردة كل الناس عمالها تقول لي يا كابت الاسلام اخناها اللي حصلت ما بين ياسر ابراهيم واه وليد سليمان والله حصل الحكاية والرواية يا جماعة ما فيش حاجة والله طبيعي بيحصل انا معلقتش على الموضوع ده مبارح لانه طبيعي بيحصل في حد تاني او تلات اربع برامج تانية او تلات اربع مواقع تانية اتكلموا عن هذا الامر حقهم انا مش قصدي حاجة والله بس انا بقول ومهنيا وصحفيا عشرة على عشرة لكن انا بتكلم انا بالنسبة لي الموضوع مش حقده غير كده ان انا شايف اتنين بيعايزين يلعبوا بيموتوا نفسهم عشان يلعبوا فقاموا تنرفزوا على بعض زي ما قلت لحضراتكم لو مدير الكورة شايف ان هما اخطأوا او حد فيهم اخطأ حيتخصم من اللي اخطأ وخلاص وشكرا هي دي الكورة على فكرة الكورة مش ماشية ان ما فيش حد يجي جنب حده ومحدش يلمس حده مش هي دي فعشان كده انا بقول لحضراتكم ناس كتيرة بتبعتني تقول لي يا اسلام انت ما اردتش ما اتكلمتش يا جماعة والله هي ما محتاجة ارد ولا محتاجة اتكلم في مثل هذه الامور انا بس اتكلمت فيها النهاردة لان انا حسيت ان الموضوع لما جالي ميسجز كتير في هذا الامر اتكلمت حبيت اوري لحضراتكم ان ده يا جماعة طبيعي وبيحصل مش في النادي الاهلي بس بيحصل في كل اندية العالم هل ده بيحصل في ريال مدريد وبرشلونة من كام يوم حصل اتذكر ان انا قاريت الخبر هقول لحضراتكم فين دلوقتي لما بصوا في التليفون هقول لحضراتكم فين مين اتخانق مع بنزيمة على ما اتذكر مش عارف كان فين مكادش حاجة قريبة يعني عشان ريال مدريد فانا الموضوع بالنسبة لي ان انا بشوفه في حتة كتيرة جدا وللعب كرة مرة تانية حيفهم الكلام اللي انا بقوله ده ان وانت متنرفز وعايز تلعب ممكن تعمل اي حاجة وتقوم تقول كلمتين تعمل مشدة مع زميلك او حاجة وخلاص الموضوع بينتهي بس هو ده الموضوع التاني اللي انا كنت عايز اتكلم فيه مع حضراتكم